اشتركوا في القناة البعض يقول بان الارض تعود لرجل فقير سلبه ايها احد الاغوات قبل اكثر من مئتي عام فرفع كفيه الى السماء ودعا بالمصائب على كل من يزرعها مدللين على روايتهم هذه بان الكثيرين ممن حاولوا زراعتها اصابتهم لعنة الارض اما بوفاة الزوجة او بوفاة احد الاقارب ومن هنا اطلق عليها ارض الزوجة الميتة حتى قيل ان رجلا تجاهل تحذيرات اهل القرية وكانت النتيجة خسارته لنحو سبعة من اقاربه بالنسبة لهذه الارض اذكر انه لم يستغله احد الى الان لا لزراعة الرز ولا لزراعة السمسم ولا حتى لشيء اخر وان اباءنا واجددنا لم يزرعوا هذه القطعة من الارض وهناك خوف يتملكنا كما اننا نسميها بارض الزوجة الميتة وهذا لا يعني بان الزوجة ستحدث لها مصيبة بل قد يكون احد افراد العائلة لانه لم يستغل احد هذه الارض لا اباءنا ولا اجددنا ويقال بان احد الاشخاص من قرية رشافة جاء وزرع في هذه الارض فاصيب ابنه بالجنون رواية اخرى تقول بان شابين دخل هذه الارض واختفيا ولم يعرف مصيرهما حتى اليوم وظلت ارواحهما تسكن الارض وتصيب كل من يحاول زراعتها بحسب الاهالي وهناك من يقول ان شابين دخلا الى هذه الارض واختفيا الى الان ولا يعرف مصيرهما فهناك خوف من هذه الارض ولا نستطيع التقرب منها ولا اعلم لماذا تتعدد الروايات حول ارض الزوجة الميتة الا ان المشترك في جميعها ان المصائب بحسب اهالي القرية قدر مكتوب على جبين كل من يحاول زراعة هذه الارض هو او اقاربه وما من دليل علمي يؤيد او يدحض هذه الروايات منذ مئتي عام او 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 ا